اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في صدرات الترتيب جدول الدور العراقي بعد بداية الجولة السبعة عشر بمباريات اليوم الخميس في المركز الاول الكوة الجوية براسية خمسة وثلاثين نقطة الشرطة في المركز الثاني باثنين وثلاثين نقطة الزوراء في المركز الثالث بواحد وثلاثين نقطة ولسه هيلعب بمباراة بكرة بإذن الله تعالى نفط الوسط في المركز الرابع بتسعة وعشرين نقطة وكذلك لسه من ستاشر مباراة النجف في المركز الخامس بستة وعشرين نقطة زاخو في المركز السادس باربعة وعشرين نقطة النفط في المركز السابع بثلاثة وعشرين نقطة نفط ميسان في المركز السامن بثلاثة وعشرين نقطة أيضا وأمان البغداد في المركز التاسع بواحد وعشرين نقطة كل اللي أنا قلتهم دول من أول مركز الثالث إلى المركز التاسع التاسع كل دول لعبوا ستاشر مبارفقة هي لعبوا لسه القرخ في المركز العاشر برصيد 21 نقطة القهرباء في المركز الحادي عشر بعشرين نقطة الميناء في المركز السنة عشر بعشرين نقطة نفط البصرة في المركز السالس عشر بعشرين نقطة اربيل في المركز الرابع عشر بتسعتاشر نقطة الديوانية في المركز الخامس عشر بتسعتاشر نقطة السماوة لسه ملعبش في المركز السادس عشر بستاشر نقطة الطلبة في المركز السابع عشر ب15 نقطة الحدود في المركز الثامن عشر ب14 نقطة ولكن لسه ملعبش القاسم في المركز التاسع عشر ب12 نقطة ولسه ملعبش مباراته في الجولة اما السنعات القاربية في المركز العشرين والاخير ب11 نقطة خلانا نتعرف على ترتيب هدافي الدوري العراقي بعد انتهاء مباريات اليوم مع بدات الجولة السبعة عشر في صدرة هدافي الدور العراقي اللاعب ايمن حسين لاعب الكوة الجوية في المركز الاول ب14 هدف في المركز الثاني مهند عبد الرحيم قرار لاعب الزوراء بتسعة اهداف في المركز الثالث حسين يونس ناصر لاعب الميناء بسبعة اهداف يتساوى معه محمد ابراهيم لاعب الكهرباء وفي المركز الرابع محمد داود ياسيم بستة اهداف لاعب النفط يتساوى معه كل منه موسى عدنان لاعب النفط احمد عبد الرزاق لاعب نفط ميسان عمر منصوري لاعب نفط الوسط احمد لفتا كوني لاعب النجف وجبار كريم لاعب اماني بغداد بعد ذلك بخمسة اهداف محمد خليد جفال لاعب الطلبة منار طه لاعب الحدود بارزان شرزاد لاعب اربيل سعد ناطق لاعب الشرطة بعد ذلك عندنا باربع اهداف ثم بثلاثة اهداف ثم بهدفين ثم بهدف وحيد متماعين الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناة من الاخر خلاصة اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعتذر مرة اخرى على التأخير انا اسف جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته